وليعفو وليصبحوا هل يحبون أن يغفر الله ولكم اشتركوا في القناة 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 وينتقدون اشتركوا في القناة 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 احيانا اشتركوا في القناة 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 طريق شاك بداية اتفضل لا يسألو معي اتفضل سلفة الخاصمة اللي جاء على خلفة الجنوب طبعا فيه ناس مثلي بريئين اللهم يمشون مشوفوه ولا يلزموا عليهم مركبة ومعهم ما أنا دخل ولا حاجة مضبوط وزي كاروم زي كذا وخصم علينا مع أننا كلنا قلنا أننا بنتحمل قيمة الفرشة وانتفك حنا مع هذا حتى كان خصم موقع وخصم ساهل كان يقصم بظهر يعني الخصم كان يا عبد الرحمن مئة ريال مهم على كل شخص شارك هذا الشي والمرة الثانية أقول يا عبد الرحمن أنا أي قرار أصدره ما أرجع فيه طيب ليش ما القرارات يصدرهم بدون ما تنادينا عشان ما ما ينصير ودن نرد ولا نقدر نرد كني أنزل أمباسك السؤال اللي بعده والله كويب والله قطرح جميلة ينزل لا إرحاب على الخصومات بدون ما ندخل خلال أحين جمالي بعدين تسمعني السؤال اللي بعده حبيب الغالب تسمعني يا سيد أبو كاتم فضل الله يسعدك أبو غاسل ليش ما تعطي فرصة إذا سألت يعني إذا خصمت على الشباب ليش ما تعطيهم فرصة يبررون عن موقفه يمكن تقتن عنده السؤال اللي بعده وجاوبت على هذا يا عبد الله ما تجاوبت عليه جاوبت عليه قبل شوي السؤال اللي بعده أبو كاتم أسعد الله مساك حياك معاد الجماز ونعم والله معلك زود أنا عندي بس سؤال تفضل زي ما شفنا أبو كاتم يخصم أبو كاتم القاسي ليه يعني ياليت نشوف أبو كاتم اللي يكافئ بعض الأشخاص بعد زي ما في ناس تخطي في ناس ما تخطي فهذولي هل لهم مكافآت في الأيام الجاية ولا هذا النظام مرفوض عندك اسمعني يا معاد عيوني سمي المكافآت والمسابقات أنا ما جيت أكافى أحد أنا جيت أشرف على القرية وحاسب على كل صغيرة وكبيرة فيها وأي خطأ يصير بتأكد إن راح أحاسب فيه حتيك العاد حياك أبو كاتم سؤال الجمهور أبو كاتم تفضل سؤال خير يا حبيبي حياك معك رئيس البلدية من هو خارد حامد تفضل آآ معلك زود آآ غرفة النوم يقولوا لا تغطوا الكاميرات ليش كاتب رئيس القرية في ظهرك ما عاجبني رئيس البلدية ومين اللي حطك رئيس القرية أنا عينت نفسي أنت اللي عينت نفسك تفضل قل السؤال يا خالد عيال ما إحنا مفصصات إسباب أنت قعد تضحك أنت فيها الغرفة خويك يا أخوي يا شباب خلاص يا فلت يا عظيم الكاميرا حقة الغرفة أبو كاتن معاك معاك كمل السؤال أقول كاميرا حقة الغرفة يقول له لا تغطوا هنا طيب أنا اليوم أبعتها ثلاث مرات ورجع الشباب غطوها من هو ما أدري ولا بقعد كل شوي أروح الغرفة أشوف الكاميرا مغطاة ولا فأتمنى تسيلونها لأنها حس ما منها فائدة خالد أهلا حبيبي تأكد كل اللي غطاها تراه جاي عندي أي واحد غطاها أعرف منه خلاص حلو السؤال اللي بعدها طيب طيب موجودة موجودة الحمد أسألوا من شاك بداية يا شباب طيب سؤال من شاك بداية دقيقة وهيبي حياك الله أبو كاتم كيف الحال أسألوا سؤال من شاك بداية لأن الجمهور لا حق يعرف كل شي يا الله بسم الله أبو كاتم فضل الله يسعلك عندي سؤال هل ممكن أن نعوض رصيد الخفي ما في تعويض يا محمد اللي بعده السؤال اللي بعده أبو كاتم فضل في سؤال من ولي معي هيثن ملحاني هو نعم هيثن تفضل هالك زود في سؤال يقول ليش قطعت الصوت مع مخلد من حق الجمهور أنه يعني يسمع ويعرفش المشكلة هذا سؤال والشي هذا خاص فيني السؤال اللي بعده طيب أكثر السئلة اللي جت قتجاوبت عليها ما في شي شاك بداية يا شباب عطوني سؤال من شاك بداية هو هو من نفسه من الشاك يعني فضل معك عبدك كريم الحربي طلع أمرا ونعم والله ما عليك زود هل بيمكان الرصيد الخفي أن يرتفع ولا بس كله بن ناقص 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 جواب تعالى السؤال السؤال اللي بعده شكرا لك الله يسايتك شكرا لك يا الفيه في سؤال يا بكاتب فضل كيف تخصم على زياد سمئة ريال ولا يدخل براين سؤال من الشات وضع السؤال مكتوب السؤال بالصانتي كيف خصمت على زياد سمئة ريال وش اسمه? وزياد ما داخل ابراهيم. متى اخصمت على سبعمية. ما ادري هذا السؤال من الشاطة لعمرك. البراهيم اللي فات. عبدالله. سم. اعرفش السؤال اول شي ثم تعال اسألني. السؤال اللي بعده. اوكي هالغلطان اللي ساطة عمرك. يا ابو كاتل. تفضل. ما لش هذا سؤال مرة ثانية. منهم? من الماء? معك سلمان سلمان بالي. تفضل سلمان. حبيب قلبي الشباب اذي ادخلوا عندك اللي كانوا اخطوا يعني مستحيل تعطيهم مجال التبرير. يبرر الواحد فيه. لا 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 بس دقيقة دقيقة. سلمان سلمان بس من حقه متسابق انه يبرر لك. اسمعني طال عمرك. انا جوابت على السؤال هذا قبل شوي. وما يحتاج اني اكرر واعيد الاجابة اكثر من مرة. اشكالك? السؤال اللي بعده يا اشباب. هارف. مالد. في منشات. ايه. 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 أبو كاتم فضال في سؤال من الساد يقول لك هل أبو كاتم بيكشف وجهه ومتى أول شي أنا يوم جيت هنا ما جيت علشان الشهرة أنا جيت أحكم القرية لأن القرية ما يحكمها إلا أبو كاتم أبو أبغى صورة توصل لك هذا الكلام والغيرك أن القرية ما يحكمها إلا أبو كاتم أبو كاتم وبعض المتسابقين اللي يقول أن الجمهور يحكم القرية الجمهور على عين وراسي بس القرية تحت سلطة أنا السؤال اللي بعدها أبو كاتم في سؤال من الجمهور يقول يا أبو كاتم ليش خصمت على معاد 200 ريال على فعل بسيط وغير وفعل فعل كبير وما خصمت عليه طيب معاد سامي طول عم ممكن تقولي الموقف اللي صار ذاك اليوم وشو كنت أمزح برا وشلون تمزح كيف شلون أمزح وش الشي اللي سويته السؤال واضح أبو كاتم أنا أخبت على هذه الميتين أنا الحين سألتك أسلم أنت يوم جات كنت أنا موجود حيلا وش اللي سويته أنت كنت ألعب برا الغرفة ما كنت ألعب كنت أمزح تمزح مثل إيش قولي كنت أمزح صح ولا لا 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 معاد ما يرقص طويل عمو طيب داما أنك تقول أنك ما رقصت وش اللي سويته طيب كنت أمزح كنت ألعب الرقص الحريب وعند يعني تجي عندي وتسوي الحركة هذه يا معاذ ما جيت عندك كنت برا الغرفة السؤال اللي بعده يا معاذ أفلح الشريط الشريط تترى ما طال عمرك بس ألو بس ألو بس ألو بس ألو هل عندي سؤال غير الشاه أبو كاتب داما جاء سؤال أبو كاتب تفضل أليتك في الخصم على السباب يعني في آلية معينة مثلا الفعل هذا أنت تقرر أنه يستاهل تخصم عليه مئة مئتين ولا من ولي معي فارس فارس ونعم والله فارس مالك زود حبيب اسمعني زين يا فارس أسلم في لايحة موجودة وفي قانون في هذه القرية ووقعت عليها جميعا هذا الشيء الأول والشيء الثاني يا فارس أنا أي عقوبة أصدرها تأكد تأكد يا فارس أني واثق منها يا مصدرتها السؤال اللي بعده بحرح سلمان يا بكاتب تفضل السؤال الثالث هذا لي معي بكاتب تفضل يا سلمان حبيب قلبي هل أنت راضي عن كل الخصومات اللي خصمت نعم على الشباب أو تحس أنك ظلمت أحد لكن تكابر مودك تعترف اسمعني يا سلمان اسمع أنا أي عقوبة قلتها لك قبل شوي أصدرها واثق منها هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنا ما أفكر يوم من الأيام أني أظلم أحد من المتسابقين لأنه قرية وأنتم أمانة عندي السؤال اللي بعده لا أحد أفكر أمانة عندي عندي ليش أخذت غرفة الهامور يا أستاذ الفنت ضريك أنت مرة عليك سؤال يا أخي لا أسمع ما شاء الله عليك زياد ليش أسمك كذلك ليش أخذت غرفة الهامور من راجع مجي 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 هو يعرف الموضوع السؤال اللي بعده آه سؤال معك زياد أبو كاتم يا حبيبي بفضل عندي سؤال هل بعد انتهاء البرايم الثاني يبقى فترة تقريبا أسبوعين إلى نهاية البرنامج هل بيكون الخصم مستمر وتواجدك في القرية أم لا نهاية البرايم الآخير خلاص زياد لبيه إلى آخر يوم حبيبي هذا اللي نبغى أنا موجود وراح أخصم على كل شيء هذا اللي نبغى الله يسعدك إن شاء الله بكاتم تفضل آه الحين زياد مستغرب يقول شفت في الشريط مكتوب انك خصمت على ثلاثمية هل هذا صحيح ما فهمت يا خالد وضح يقولون انك خصم ثلاثمية على زياد آه هل هو يدري زياد أو لا متى يوم أخذ سيارة ركن القصيم خالد ها حبيبي الخصم هذا وصل له وانتهى الموضوح هذا السؤال اللي بعده طيب متى صار الخصم يوم تقوله صلي ما عندي خبر أنا لا زياد خلاص خلاص اوكي اوكي حبيبي فضل الجمهور من اقل حقه ان يعرف الرصيد الخفي عشان تثبت مصداقية الحساب الجمهور كل جمهور من حقه يحسب لرصيد متسابقة طيب يا هاي ثامن مع العلم انه يقوله بكاتم احلى فقرة وصل السؤال عندي شكرا بخصص الرصيد الخفي الجمهور رح يعرفه في اخر يوم جميل ايو بكاتم فضل شفني أقصى عقوبة سويتها مع واحدة سابقين بسبب فعل هل تساوي بالعقوبات نفس الشيء ولا لا؟ مقلة تفتح المايك؟ فاعتح المايك فاعتح المايك ببضل فاعتح المايك و بالنسبة للخصومات خصمت انت على شخص مبلغ ستمائة ريال تقريباً بيوم واحد إذا تكررت الفعلة بتخصم على نفس القيمة ولا لا؟ اسمعني يا مخلق أنا أخصم المرة الأولى عليك على حسب اللائحة بس إذا عارفتني وموجودة في اللائحة إنك إذا عارفتني أدبل الخصم عليك طيب عارضك بحق أنا ما عارضك ما عارضك ما عارضك بشيء أو أبرد المعارضة تبريد السؤال اللي بعدها أبو كاتب توضل أنا عندي اقتراح أكثر من هو السؤال وشو؟ ليمو كل متسابق كل نهاية الأسبوع وقبل برايم بساعة يشوف خصيدة الخفية إن شاء الله السنة الجاية معك إن شاء الله سؤال اللي بعدها ست سؤال ست سؤال معي الشباب ويفهمهم آآ عنظمة البرنامج الصحيحة لأن وقات آآ ما تخطر يعني على بالنا اشياء نسوا وننسى يعني يعني لازم نسير في اجتماع سعود سام أنا ما عندي وقت إن أجلس أشرح لأي شخص سام عندكم المستشار والمحام القانوني هاني يشرح لكم كل شي مام السؤال اللي بعده آآ مفاتم مفاتم فضل السلام عليكم عليكم السلام آآ يقولون الجمهور ليش ما عاد سر تعلن عن رئيسة بلدية آآ الجمهور الجمهور ترى اللي قال ما هو بنا وش اللي قال يقول ليش ما عاد سر تعلن عن رئيسة البلدية طيب أنا وقت ما أبغى أعلن رئيسة بلدية وقت ما أبغى أعلن هامور وقت ما أبغى أحضر أي شي سمعت يا جمهور مهبنا أيوة أجي وقت ما أفضل الله يقويك أبو كاتب فضل معك راجح يا حبيبي من هو؟ راجح ونعم والله ما عليك زود الشريط يقولون حللنا وسامحنا يا أبو كاتب السؤال اللي بعده طروري طروري لا خلاص بس هالسؤال جمهور يقول حللنا وسامحنا هادي موجود في الشريط محتاج الجاوة مارفي جاوة مارفي جاوة مارفي جاوة أبو كاتب الجمهور يقول لك من حقه يعرف كم الخصومات اللي تحطها في الخفي ومن حقه يعرف رصيد كل متسابق خفي خالد يا حبيبي اللي راح يعيد لي نفس السؤال مرة ثانية اسمعني يا خالد اللي راح يعيد السؤال مرة ثانية راح اقصم عليه السؤال اللي بعده هذا اخذته من الجمهور من الشريط وانت عارف ان السؤال هذا تكرر اكثر من مرة وتعيده بتعيده راح اقصم عليك انت ولا غيرك اخطفت المايك ما اسمع صوتك انا حرفت خالد حامد خاصم خمسين ريال عشان قفلت المايك ابو كاتب يقول ليش حرمت مخلد من الدعم الاربعمائة والسبعمائة اللي بي ندعمها حل جمهورة اهلية المسابقة معروفة ومخلد عارفها من اول اسمعت يا مخلد فضل الجمهور يقول ليش غبت سبوعين بعد ما سكرت بث من راجح عندي اشغالي الخاصة السؤال اللي بعده حبيبي من هو؟ راجح هلا فضل في سؤال من الجمهور فضل يقول ابو كاتب انت عندك ضغط راجح سم شو السؤال هذا هذا السؤال هذا الشريط اسمان يا راجح انا ما جيت اجلس عندك هنا عشان تسألني تضيع وقتك وش ها مكتوب ابو كاتب عندي خلاص انت اخذ السؤال المناسب واسأل فيه السؤال اللي بعده قلوا ليه قطعت البث اخر سؤال يا شباب هنا ابو كاتب سؤال اتفضل سمد انا لما اخذت البلدية ما اعلنت مع انه اه الشباب اللي قبري اعلنت لهم ويعني وسعت اصدورهم على ما قالوا بس يعني ما تحس انك ضرمت بشي هذا سعود لان كنت مشغول وقتها ووقت انتهى معكم وموعدنا في وقت ثاني ان شاء الله السلام عليكم ر Software بكره بعصالات العشاء نعم بكره بعصالات العشاء صلواتها اور طلباتها رح علينا بأساتي عيشة بكرة إن شاء الله وظيفة أبو أبو سعد وظيفة وظيفة الناس وظيفة في القناة مخلق 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 هاي